اشتركوا في القناة او الى كمبيوتر ضروري دائما نقوم بتحديث النظام عنا لحتى نصل الى احدث اصدار من الاندرويد لحتى نحصل على الاشكال والسمات الجديدة للانبينيكس وتحديثات التطبيقات والسرعة وغيرها من الميزات طبعا لو كنتوا حابين تعرفوا كيف راح تحدثوا نظام هاتفكم الانبينيكس ابقوا معي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا فيكم من الجديد مثل ما حكينا راح نشرح طريقة تحديث النظام في هاتفنا انبينيكس الى احداث اصدار قبل متابع شرح الخطوة اتمنى اول شي منكم الضغط على زر الاعجاب وتفعيل زر الجرس ولو اصفت من الفيديو ادعمونا بميزة شكرا طبعا اول شي خلونا ننزل لوحة الاشعارات بعدها راح نضغط على الضبط فوق اشارة الضبط بعدها انا راح نزل الاسفل لاخر شي راح لاقي عندي خيار اسمه النظام راح يقبس عليه بعدها انا راح يقبس على خيار تحديثات برامج النظام طبعا هون انا لازم يكون متصل بالانترنت ولازم يكون معي شحن كافي اكتر من 50% في الهاتف طبعا وضروري يكون عندي زاكرة تزيل عن 2 جيجا بايت في الهاتف الان انا راح يقبس على التحديث من الانترنت طبعا ما راح يطلع لكم هيك لانه احتمال ما يكون مثبت التحديث فاذا طلع لكم البحث عن تحديثات يقبسوا عليها لحتى يطلع لكم هاي النافذة هون عم يقول لي انه تحديث النظام متاح فانا بمجرد ما ضغطت على اعادة التشغيل الان ما فيني اقبس الان بيوقف تصوير فبمجرد ما كبست فراح يطفي الهاتف ويشتغل على احداث اصدار وبعد ما اقوم بهذه الخطوة لازم ارجع الى نفس المكان وايضا حدث لانه بيكون نفايتنا تحديثات كتير فلازم ندل نحدث حتى نوصل الى احداث اصدار اتمنى ان يكون افاتكم وعجبكم هاد الفيديو